قال مسؤولون حكوميون إن حركة طالبان نفذت هجوماً على مجمع أمني في وسط أفغانستان مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية وستة مدنيين وإصابة أكثر من مائة وثمانين وصرح المسؤولون بأن مسلحي حركة طالبان فجروا سيارة ملغومة بالقرب من مجمعي مديرية الأمن الوطني في مدينة غزنة خلال ساعة الظروة الصباحية يوم الأحد وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم